بين مليون ونصف المليون ومليون وستمائة ألف زائر هذا المتوقع بالنسبة لعدد زوار لبنان في صيف 2023 على جدول رحلات شركات الطيران الصيفي راهناً قرابة 95 طائرة ستحط يومياً في بيروت على متنها قرابة 15 ألف شخص الرقم مرجح إلى الارتفاع فالطلب الإضافي سيحتم ذلك بعتقد أنه رح يكون صيف واعد الطلب لحديد هلأ كتير قوي وبعتقد كلمة قربنا من الصيف كلمة رح يقوى نطرنا الخير لأنه اللبناني المقيم في دول العربية وبأفرية والمغترب اللي هو فعلياً هو المغترب اللي برها عنده نفس وطني وصار فيه كتير مؤسسات بالخارج عم بتشجع اللبناني يجو الموسم الماضي زار لبنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف شخص 32% من بينهم من الأردن ومصر والعراق حالياً الصورة السياسية مختلفة في المنطقة والمعنيون يتأملون أن تنعكس على قطاع السياحة فيعود الخالجيون إلى بيروت السعودي والخليجي بيقعد نسبة إقامته في لبنان بتتعدل 15 يوم إلى 20 يوم ونسبة إنفاقه اليوم بتتعدل 4500 دولار هذه الأهمية يعني بتصير مساهمة السياحة بالقطاع بالدخل القومي وبالاقتصاد بتتعدى اللي عم نشوفه من سنتين لليوم المؤسسات السياحية جاهزة عسى أن تكون السلطات المعنية كذلك فتعمل على جذب السائح وتأمين إقامة لائقة له فلا تكتفي بحملة من هنا وشعار من هناك